بشأن انتهاكات الصهيونية والاعتقالات على الفلسطينيين لعود من جديد إلى صحفية الفلسطينية فيحاء شلش نرحب بكم مجدداً كنا نتحدث عن أعلان مركز فلسطين لدراسات الأسرة عن اعتقالات الفلسطينيين على يد الاحتلال الصهيوني في شهر شباط الماضي تفضلي نعم بشكل كنت أقول أن هذا العدد ليس غريباً عن كافة الأشهر وإحطائياتنا لأعداد المعتقلين في كل شهر يعني قوات احتلال قبل شهرين مثلاً قامت باعتقال لأكثر من 600 مواطن سلسطيني معظمهم كانوا من مدينة القدس المحتلة ويعني في كل شهر تقريباً نسجل في هذه الإحطائية وتكون بهذه النسب عادة ويتخللها طبعاً اعتقال للفتية اعتقال للسيدات أيضاً اعتقال للشبان وحتى المسلمين لم يسلموا من حملة الاعتقالات هذه تحت حجج مختلطة أيضاً من ضمن المعتقلين خلال هذا الشهر كان فتية مصابون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال يعني أحد الفتية قبل عدة أيام تم اعتقاله بالقرب من بلدة حلحول شمال مدينة الخليل وهناك أصيبة بأرصاص في ساقه ومن ثم تم اعتقاله ويستغلال أنه لا يقوى على الحركة وتم اعتقاله ونقله إلى دهة مجهولة واليوم تم تبديد اعتقالها أيضاً لأربعة أيام أخرى على ما يبدو للتحقيق معه طبعاً نسبة الاتقالات المتكعة هذه يعني تعود لعدة السبب الأول هو أن الاحتلال يظن أنه بالحملة الاعتقالات هذه يفرد ما يسمى بمعادلة الرجع لدى الفلسطينيين أي أنه يعني يحاول أن يدب الرعب والخوف لقلوب الفلسطينيين جراء حملة الاعتقالات هذه وبالتالي إبعادهم عن ملاحق قواتها ولكن فيحاء يعني ما التهم الموجهة يعني ذكرتي أنه من بين المعتقلين نساء وفتية يعني وهنا بحسب الوزارة الأسرة المحررين في الشهر الماضي وحده يعني تسعة وأربعين فتن فتن اعتقلت القوات الصيونية وأربعين وعشرين مرأة ما التهم التي يمكن أن توجه للنساء أو الأطفال أو الفتية هؤلاء حتى يمكن يعني تسويغ اعتقالهم قانونيا يعني التهم بالنسبة للفتية والأطفال عادة ما تتركت حول رسق الشجارة أو محاولة رسق الشجارة يعني التلال حتى يضع ضمن التهم يضع النية يعني نية مثلا رسق الشجارة وهذا يعني أيضا مخالف للقانون الدولي معظم الفتية الذين يتم اعتقالهم يتم الحديث مثلا عن أنه كان قريبا مثلا من سور مستوطنة طبعا نحن نعرف أن المستوطنات الصهيونية مقامة على الأراضي الفلسطينية وهي يعني حتى مقامة على أراضي القرى الفلسطينية أي أن أهالي القرية من الطبيعي يعني أن يكونوا متواجدين بالقرب مثلا من أسوار المستوطنة وذلك لأنها أرضهم يحاولون زناعتها مثلا أو يحاولون تواجد فيها ولكن حتى هذه تعتبر تهمة بالنسبة للإحتلال بالنسبة للنساء هناك يعني عدة تهم توجه لهم إما أن يكون هناك ما يتعلق بملفات كثيرية هذه الملفات الكثيرية لا يعني حتى محامي الأسيرة أو محامي أسيرة الفلسطينية المعتقلة لا يستطيع معرفة ماذا يوجد داخل البلد الكثيري وهو عبارة فقط عن تلفيق من مخابرات الاحتلال التهم الأخرى أيضا توجه لمقدسيات يعني معظم المعتقلات هنا من مدينة القدسة المستلة بتهمة مثلا أنها كانت تواجد في حي الشيخ جراح ونفضت الخروض من حين مثلا حصلت مسيرة للمستوطنين وهذا الأمر يحدث عادة يعني ويفضع على خلفيته اعتقال عدد من النساء الفلسطينيات بحجة أنهم يعني أنهنا يتواجدنا في مكان تواجد المستوطنين هل لديكم معلومات عن معاملة من يعتقلون باخل السجون الاحتلال هل هناك ضمانات حقوقية لهم باختصار بنصب دقيقة لو سمحتي تفضل نعم يعني هي يعني معاملة قاسية ووحشية خاصة فيما يتعلق بالأطفال لا يتعرضون لأي لسهل أي ضمانات حقوقية يعني يتم نقلهم مقيدين ويتم الاعتداء عليهم بالضرب طيلة الطريق من المنزل إلى مركز الاعتقال هناك أيضا يتم يعني تسليمهم إلى المحاققين الذين يبدأون بدورهم عملية الضرب والإهانة والتعذيب بعد ذلك يتم نقلهم إلى أقسام السجون في أوضاع مزرية للغاية وتفتقر لأي معاملة إنسانية وبعد ذلك يتم إفرادهم إلى غرف السجون المختلفة التي هي أيضا يعني تعاني من النقص في أي يعني المواد الحيوية أو حتى يعني أي معاملة إنسانية أخرى ويمنع في الغالب المعتقلون من رؤية المحامي أو حتى حديث مع أي محامي لمدة تزيد على شهرين أو المنازل من الضفة الغبية المحتلة هاتفيا الصحفية الفلسطينية فيحاشر شكرا جزيلا لك